أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل تلات سنوات مرت على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واللي قدرت فيها تنسيقية أنها تكون منصة للحوار الوطني بيتجمع فيها شباب من 25 حزب عدد كبير من الشباب السياسي في مختلف التخصصات ومن مختلف الاتجاهات السياسية والفكري النهاردة هنتكلم عن ذكرى تأسيس هذا الكيان المهم مع ضفنا اللي منورنا الأستاذ محمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أشي وخصية النايب أهلا بك أهلا بحضراتكم منورنا ومشرفتكم أهلا بحضراتكم منذ الألان عن تدشين تنسيقية شباب الأحزاب في 12 يونيو من عام 2018 بيتجمع فيها مجموعة من الشباب مختلف الأفكار والأيدروجيات المختلفة داخل هذا الكيان وشعرها سياسة بمفهوم جديد ما هو المفهوم الجديد الذي أضفته تنسيقية شباب الأحزاب للسياسة في مصر؟ ببساطة منذ البداية في 2018 وما سبقها من تجارب الحقيقة كان عندنا حلم لمجموعة من الشباب اللي بيشتغلوا في العمل السياسي كانوا أمناء شباب الأحزابهم أصغر كادر في الهيكل التنظيمي الحزب كان بيحلم أنه هو يقدر يعبر عن رأيه ويقول أفكاره وإطرحاته بحرية كامرة بدون أي قيود على هذه المنصة فبالتبعية تولدت هذه الفكرة بعد مجموعة من التجارب حتى 2018 وبعد المؤتمر الوطني بعد كلمة السيد الرئيس تشكلت هذه المجموعة للتنسيق وزي ما قلنا كان حلم لهذه الشباب بعد 2018 بدأت مرحلة البناء والتكوين بدأت التنسيقية بعدد محدود لا يتجاوز الـ 50 فرد النهاردة عدد أعضاء التنسيقية يتجاوز الـ 250 عضو بدأت التنسيقية في التوسع بس بإطار ممنهك حاولنا أن نعمل تجربة لأن سبق على مر التاريخ مجموعة التجارب كانت بتتصدى للشباب وتتصدى لوعيهم وأفكارهم لكن كنا الحقيقة بنحلم بكيان متطور وده نابع من حمسنا ومن الطاقة اللي كانت عند هذا الشباب خاصة في التوقيت اللي بعد صورة 30 يونيو وزي الشباب كان مقتنع بفكرة بناء الدولة وزي احنا دلوقتي في مشاكل عندنا في الوطن محتاجين نسلحها ومحتاجين نبنيها عشان نعمل تنمية حقيقية فشفنا تنمية اقتصادية شفنا تنمية اجتماعية كان من الضروري أن يبقى فيه تنمية سياسية وبالتبعية يكون فيه استثمار في العنصر البشري أو السياسيين الشباب دول ازاي نقدر أن احنا نخلق جيل من السياسيين ما عندوش الفيروس أو الأمراض اللي كانت بتعاني منها الحياة السياسية لأن خلال العشر 15 سنة الماضية الحقيقة كان فيه خلط في المفاهيم كان فيه ممارسات سياسية خاطئة وصلت بأن مجموعات الشباب أما كان يحب يعترض أو يعبر عن رأيه كان بيلجأ إلى سياسة الاعتراض والتظاهر ونلاقيه في الشوارع مش عارك عبر ازاي صحيح خنق موضوع كان بيقلب صحيح وبدأت مجموعة من الثقافات والقيم بقى تختفي زي تقبل الآخرين حتى مش مجرد أن أنت تتقبل الآخر فقط لا مجموعة الأراء المختلفة أيها سيد محمد ده تحدي كبير قوي إن احنا نوصل لحالة التناغم اللي احنا بنشوفها داخل تنسيقية شباب الأحزاب إزاي عملتو ده؟ الحقيقة اللي كان العامل الرئيسي لنجاح هذه التجربة برضو تعاكم مؤتمرات الشباب المؤتمر الوطني للشباب بدءا من 2016 كان فيه تجربة برضو كان فيه مجموعة شباب تعمل بشكل من أشكالهم هذه المؤتمرات خلقت مساحات مشتركة بين كيادات الشباب داخل الأحزاب اللي سمحت لهم إن هم يتقبلوا الاختلاف وإن هو ممكن نبقى على طاولة واحدة وبنناقش قضية معينة وأنا أقول رأيي النابع عن ايدولوجيتي أو اتجاه الفكري وانتماء الحزبي وبعد هذا الاجتماع أو بعد هذه الجلسة بنطلع لا يفسد لو قدنا قضية يعني مجرد اختلافنا في الرأي لا يؤدي بنا إن إحنا نهد مثلا أو نضرب بعض أو لإن كان وصلنا لمرحلة خلاص من يخالفني في الرأي أصبح عدوي يمكن حد أصلا يخاف يقول للقاعد قدامه إنه يخالفه الرأي وممكن تقوم تنسحب أو ممكن تعترض أو ممكن كان توصلت الوصول ممكن يضربه بعض يعني فيه مظاهر سيئة ما كانش فيه وعي سياسي بالزبط خل بقى مجموعة من القيادات الحزبية دلوقتي لإن زي ما بنقول لما بدأوا كانوا أمناء شباب النهاردة بقوا نواب روثاء أحزاب وبقوا مصاعدين روثاء أحزاب تقدموا بفعل هذا الوعي فالمؤتمرات بتاعت الشباب الحقيقة كان لها السبب وكانت شكلت وعي هذا الشباب بقى يعني جلسات العمل ورش العمل تأهيل لهم الحاجات اللي كانت بتحصل والأنشطة اللي كان بيشارك فيه هذا الشباب عرفتهم يعني إيه صناعة الدولة فشلة عرفتهم يعني إيه تثبيت الدولة المصرية كل ده خلق وعي لدى هذا الشباب يسمح له بأنه هو يتناقش ويختلف في الأراء لكن يتفق على الثوابت الوطنية يتفق على الهوية المصرية هي دي الحاجات الحقيقة اللي كانت مهمة واللي اتخلقت في علاقات مباشرة بين هذا الشباب سمحت لهم النهاردة أنهم يحتفلوا بالعيد الثالث طيب عظيم لو هنتكلم تلقتي مع حضرتك عن أبرز الأنشطة اللي شاركت فيها التنسئية المشروعات السياسية الاستثنائية طبعا أنتم موجودين في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب وفي اللجانة النواية عايزين ناستعرض إنجازات التنسئية خليها أقولك أن التنسئية خلال ثلاث سنين كان أبرز أعوامها هو عشرين وواحد وعشرين هذا الموسم الحقيقة اللي انتهينا منه أمس كان موسم الحصاد أو يعني استمر البناء داخل التنسئية لتكوين إطار مؤسسي يقدر يتبنى أفكار وطرحات هذا الشباب فبدأ عشان هذا الإطار يشوف النور والنهاردة نشوف نتائج لهذا الإطار كان في عام عشرين وواحد وعشرين عشرين وواحد وعشرين بدأت بستة عضو داخل مجلس الشيوخ المصري ثم استكمالا باثنين وثلاثين عضو داخل مجلس النواب المصري عشان يبقى عندنا في البرلمان المصري تمانية واربعين نائب يمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويمثلوا أحزابهم منهم مستقلين ومنهم حزبيين عظيم طبعا سبقها قبل ذلك تعيين ستة من نواب المحافظين من أعضاء التنسيقية واستكمالا بعد ذلك حدث أن تم تعيين برضو مجموعة من العضاء في المجالس والهيئات الوطنية والمجالس القومية طبعا ده ألقى بعبقوا على هؤلاء الشباب اللي كانوا بيحلموا أن هم يبقى عندهم منصة النهاردة السيد الرئيس بيقول لهم تعالوا تستلموا العمل اشتغلوا في الجسط الجهاز التنفيذي وفي وسط المشاكل وارونا ممكن تعملوا إيه بأفكارك وطرحتك ويمكن يعني أهم حاجة أعتقد من وجهة نظري حصلت في الثلاث سنين اللي فاتوا بالنسبة لتنسيقية شباب الأحزاب القرب من الناس واللجان اللي كانت موجودة بتحاول تحل مشاكل الناس لو تكلمنا عن اللجان الفنية دي بتختاروا فيها الكوادر ازاي اللجنة بتكون مكونة من قد ايه وعلى أي أساس كمان بتختاروا أولوية المواضيع اللي تتدخلوا فيها الحقيقة احنا بدأنا كان عندنا سبع لجان النهاردة احنا عندنا سبعتاشر لجنة اللجان النوعية مقسمة عشان تبقى ممثلة للجان النوعية اللي داخل البرلمان المصري سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ هذه السبعتاشر لجنة بينضم إليهم الأعضاء وفقا لتخصصاتهم ووفقا لرغباتهم عندنا لجنة الحماية المجتمعية لجنة سياسات أمنية لجنة حقوق إنسان لجنة يعني مجموعة من اللجان سبعتاشر لجنة زي ما قلت لحضراتكم اللجان جي بتشتغل على المشروعات والأفكار والمبادرات اللي بيتبناها هذا الشباب يبتدوا يتناقشوا يبتدوا يشوفوا إيه الأحداث الجارية لجنة العلاقات الخارجية عندنا بتطلع بيانات سواء ردا على البيانات الخارجية بتتابع حالة العلاقات الخارجية والمشاكل الدبلو مصرية لجنة هو الإنسان بتتابع أزامات هو الإنسان أو وضع هو الإنسان في مصر عمل هذا اللجان هو النواة لعمل التنسئية أو الكور ده اللي بيحرك التنسئية كله لأن حتى النواب داخل المجلسي النواب والشيوخ بيتبنوا هذه المخرجات يعني احنا دلوقتي بقى عندنا نافذة على السلطة التشريعية إننا ما شاء أبقى شاب وعندي مشروع أو عندي فكرة أو عندي أطروحة تقدر تشوف النور النهاردة عن طريق النواب بتوعي يقدروا يطرحوا فكرتك ويقدروا يتبنوها وأيضا النواب المحافظين اللي جوه الجهاز التنفيذي اللي جوه المحافظات اللي يقدروا يتبنوا هذه الأفكار ويقدروا ينفذوها أفكار تكون نبعة من حماس وطاقة هذا الشباب اللي بيعمل داخل اللجان كلهم شباب متطوع يعني ما فيش حد بيبط برتب لكن كلهم حارسين على بناء هذا الوطن كلهم بيحلموا إن هم يشوفوا مصر المستقبل الجمهورية الجديدة هو ده العامل الأساسي المحرك وكانوا الحياة الشباب دايما طاقة وعايز يشارك لكن يتوجه بقى صح ويشارك إزاي دي كانت النقطة يعني صحيح فطبعا خرجت خلال الفترة الماضية مجموعة مبادرات سواء خلال فترة كوفيد 19 أو حتى في الأزمات المهمة شفنا الوعي أمان شفنا أبطال نرموز العملة شفنا البلط الأبيض أفندم؟ البلط الأبيض البلط الأبيض فالحقيقة المبادرات دي كانت بتتصد لمسئولية اجتماعية داخل المجتمع عضاء التنسيقية شاركوا فيها واخترحوا هذه المبادرات ونفذوها وكان لها صد واسع أو زهم حضرتك قلتوا في التواصل مع المواطنين وبالتبعية نواب هذه التنسيقية يجب أن يكونوا متواصلين مع دوائرهم ومع الشارع ومع المواطنين عشان يوسط صوتهم كنت عايز أتكلم معك فيها الوعي السياسي دي لوقتي عند الشباب في الشارع بعمل إزاي من خلال التنسيقية؟ لا الوعي عندنا ارتفع جدا يعني إحنا لو قسنا المشاكل اللي حدست في طورة 25 يناير وإزاي كان في حالة من الخداع حدست للشباب الطهر اللي كان نازل يطالب بمجرد التغيير لا النهاردة وإحنا في 2021 لا في وعي مختلف خلاص ما بقاش فيه مساحة لإن إحنا نهد لا محتاجين كلنا نبني محتاجين كلنا نتعاون محتاجين كلنا ندرك حجم التحديات اللي بتواجهنا ويبقى عندنا إدراك للواقع يعني مجرد وجود هذا الإدراك يخلق الوعي يقدر يواجه كم بقى الشائعات وكم المشاكل اللي ممكن يواجهها هذا الشباب في حياته وإزاي يقدر يتغلب عليها ويبني نفسه فطبعا الوعي زيادة الوعي دلوقتي غير الفترة اللي فاتت بكتير جدا تطور النهاردة فيه شباب بيشارك مش مجرد على المستوى الإقليمي لا خلاص بقى على المستوى العالمي النهاردة منشوف شباب مصري في حتة كتيرة أو مشرفة وعنده وعي حقيقة عارف قيمة هذا الوطن التنسيقات بتعمل إيه جوه الجامعات لأنه يمكن السن ده أكتر سن الشباب بيكونوا متطلعين إنهم يدخلوا الحياة السياسية وبنشوف أحيانا كتير قبل كده كنا بنشوف توجيهات فيه اتجاهات خاطئة بتخلق بقى يعني فكرة الاحتقان اللي احنا عبقاناش حايزين نشوفها دلوقتي في الشارع المصري الحقيقة احنا كان لنا أكتر من نشاط فيما يخص طلبة الجامعات المصرية وأكتر من تحرك برضو هذه الفئة العمرية لو معرفتش يعني إيه سياسة ويعني إيه ممارسة في هذا العمر ممكن بعد كده ما تعرفش وخلينا نقول إن ده عمل عام وعمل تطوعي في الأول والآخر فهذا الشباب وهذا السن ضروري إنه هم يشتغل كان فيه تحرك للتنسيقية أثناء التعديلات الدستورية الأخيرة ونزل التنسيقية في الجامعات المصرية تحدثت مع الشباب مش عشان يقول أه أو لا وده كان التميز عشان يفهموا إيه هو التعديل عشان يشارك من أجل أن يشارك في البداية يختار اللي هو يناسبه ويختار اللي شايفه صح وتحدثنا معاه فيه أكتر من تعديل وتحدثنا معهم في شكل المشاركة بتاعتهم وإزاي حرصوهم على الإدلاق بالصوت مهم وإزاي يقدر يشكل ويقول صوت ويقول رأيه بحرية تامة ويتم العتد بيه فكان فيه الحقيقة أكتر من جولة فيه المحافظات في الجامعات المختلفة للتحدث إلى هذه الطلبة وأنا كان لها الشرف الحقيقة كنت في جامعة الزأزي أفتكر في كلية تربية رياضية وكان فيه تحرك آخر مع نماذج المحاكاة التي كانت تحدث داخل الجامعات فشفنا حضور من أعضاء التنسيقية وتوجيه فيما يخص نماذج المحاكاة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأيضاً الوزارات ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة التنمية مجلس المحافظين أكتر من نموذج محاكاة الحقيقة شركة ده بيعني أن فيه تواصل بينك وبين شباب السياسيين في الخارج؟ شباب السياسيين في الخارج بدأ مؤخراً يبقى لينا تواصل معهم شباب المصريين المقومين في الخارج أو حتى الأجانب وخلينا أقول لحضرك أن يعني برضو من عوامل الواضحة على نجاح هذه التجربة أن بدأ دلوقتي يتواصل معنا من الدول المجاورة مجموعات من الشباب عايزة تكرر هذه التجربة وإزاي بقى فيه تنسيقية للشباب السياسي في الدول المجاورة طبعاً فيه تجارب مشابهة التحاد الشباب المغربي فيه حوالينا تجارب ممثلة لكن مفيش زي هذه التجربة من التنوع أنا زي ما بقول كده التنسيقية بقت تعبر عن نموذج مصغر للمجتمع المصري فيها الطيار والدكتور والمحامي والمحاسب فيها المرأة العاملة فيها زوجة الشهيد فيها يعني فيها تنوع بيعبر عن المجتمع فبالتبعية شكل هذا الحوار أو شكل أي نقاش هيحدث بين هذا الشباب حيطلع بلموذج مثمر حيطلع بفكر محترم حيطلع بحاجة متطورة نقدر نبني عليها طيب سوز محمد عايزة أتكار حضرتك عن مشروع الطموح الوطني وأهم ملامح هذا المشروع اللي بتعمل عليه التنسيقية حالياً الحقيقة ده مشروع من ضمن المشروعات اللي حتخاطب الشباب المصري وزي ما قلت حضرتك إحنا بالتبعية نبعاً من إن إحنا منصة للحوار كان لازم إن إحنا نخاطب الشباب بلغة مختلفة ونعد مشروع يبتدي إن هو يتطرق إلى الطموح إزاي يبقى عندي أمل إزاي يبقى عندي طموح ودي كانت حاجة برضو من الحاجات اللي فقدناها مع الزمن لإن مع تراكم المشكلات ومع أعباء الحياة بدأ الشباب إن هو خلاص يعني مش قادر يشتغل عمل تطوير أو يشتغل عمل عام فإزاي هنا أقدر يبقى عندي مواكبة لعجلة التطور والتنمية اللي بتحدث في مصر وفي نفس الوقت يبقى عندي مشروعات وأفكار أقدر أبني بها شخصيتي هو ده الملامح الأسية لما هذا المشروع إزاي نقدر نوصل إن يبقى فيه الطموح لأن في حد ذاته ده كفيل بإن هو يخلي يغير من سلوك الشخص يعني لو شخص عند طموح أو شخص خلاص يأس وليس لديه طموح هنشوف رضوء أفعال مختلفة وتشوهات في الشخصية فالنهار ده وجود الطموح ده شيء مهم إحنا شفنا كده إن شاء الله نخاطب هذا الشباب بالفكر ده وبالاتجاه ده طيب عظيم نتكلم برضو مع حضرتك بشيء من التفصيل كده عن وجودكو في مجلس النواب إنجازاتكو إيه خلال هزي ده ده الحقيقة إنجازات على الأعين يعني مش بحتاجة كلام لكن أول استجواب قد بيته التنسيقية أداء نواب التنسيقية من اختيارهم حتى في مكان الجلوس في بداية الجلسات على يسار المنصة على يسار المنصة الحقيقة كان مصار تساؤل للكثيرين إيه ده هو التنسيقية مش دي تبع المؤتمرات وتبع لا هنا التنسيقية بتقول أنا عندي رأي رأي سواء على الاختلاف أو على الاتفاق أنا أعبر عنه واللي شايفه صح بقوله فمثلا حتى في مجلس الشيوخ يعني في مجلس الشيوخ إحنا في يسار المنصة أيضا دلالته إيه ده فن دلالته إيه عشان المشاهد يارف هو دلالة برلمانية على مستوى الحياة اللي يا بي إن من هم على اليسار هما المعارضين ومن هم على اليمين هما المؤيدين فإحنا بنحاول إن إحنا نقدم نموذك دايما بقول لحضرتك يعبر عن السلوجن أو الشعار اللي حداك قلت في البداية سياسة بمفهوم جديد برلمان بمفهوم جديد إحنا كنا بنشوف زمان شعارات وبنشوف حاجات وممارسات زي ما قلت خطئة النهاردة مش عايزينها تتكرر إحنا عايزين شباب واعي شباب عارف مسؤوليته زي ما بقول لحضرتك حتى الاختلاف داخل مجلس الشيوخ كان عندنا منعشة ليه قانون السنوية العامة اختلف عليه بعض الأعضاء من داخل المجلس من أعضاء نواب التنسيقية وقالوا إحنا غير موافقين على القانون ووافق أعضاء على هذا القانون وعرضنا الرؤيتين والتنسيقية قام الموافق قال أنا موافق وأنا كنت أحد الموافقين قام الموافق قال أنا موافق وأنا الرافض قال أنا رافض وأنا رافض ليه وأنا موافق ليه وإيه أسبابي كل دول من التنسيقية أعضاء التنسيقية قاموا في الجلسة العامة وعبروا عن قراءهم بكل حرية ما فيش حد بيجبر حد لو اتفقنا على رؤية واحدة هيقوم التنسيقية تقول في بيانها واحد لو اختلفنا كلنا هنقول رأينا طالما رأينا وطني طالما رأينا فعلا هيفيد طالما رأينا هيتصدى لهذه المشكلة فطبعا لازم نقول طب كمان عايز اتكلم مع حضرتك عن موقف تنسيقية شباب الأحزاب مع اللي حصل من عضوان أخير على أهلنا في غزة الحقيقة برضو التنسيقية تحركت على أكتر من مهور كان في على الوسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا تحرك ببيانات سواء باللغات المختلفة احنا عندنا أكتر من صفحة بلغات مختلفة تحرك التنسيقية في هذا الاتجاه والتحرك الآخر كان بوفد إلى معبر رفح لتسليم المساعدات اللي كانت هدية من السيد الرئيس ومن الشعب المصري إلى إخواتنا في فلسطين جات ازاي هذه القفلة أو جات ازاي هذا التحرك من أول العمليات اللي بدأ الكيان السهيون يعملها على إخواتنا في قطاع غزة تحديدا وكان في حصار تام للمنطقة تولد عنه نقص حد في المواد الأسية ومواد العاثة مواد الإعاشة المأكلات الحاجات دي كلها طبعا كان تحرك مننا بمرافقة أربع حساب من الدولة المصرية وتحرك وفد التنسيقية عشان يكون بنفسه على رأس هذه القفلة ويقدم هذه المساعدات بنفسه إلى إخواتنا في الهلال الأحمر فلسطيني وفي غزة عشان نقول لهم رسالة واضحة نحن في ظهركم نحن بجواركم نتعايش معكم أمن فلسطين هو أمن قومي مصري مجموعة كبيرة من الرسائل الحقيقة الوافد كان بيحاول يوصلها لإخواتنا في فلسطين طبعا ما كانش على قد كده ابتدينا بعد كده نتواصل مع الشركات اللي هتروح عشان نعمل الأعمار مع المعدات دي كان فيه متابعة من عدقنا اللي في المنطقة اللي هناك يعني كان فيه أكتر من تحرك للتنسيقية لأن زي ما قلنا أن دي كانت قضية هم وشفنا بعينينا كلنا مشاهد مؤسفة ومؤذية أثرت علينا جميعا وكان يتوجب معها أن التنسيقية تكون متواجبة مع الأحداث ومتواجدة على الساحة وبتقدم منتج فعلا مش موجود قبل كده يعني مش هنقعد هنا في المكاتب ونتكلم لا إحنا هنطلع بنفسنا نوصل هذه المساعدات ونشد بأدر إخواتنا ونقول لهم إحنا في دهبور طيب مع كل التطورات بقى اللي بتحصل في المنطقة شايف إزاي نقدر نرفع مستوى الوعي السياسي لدى شباب المصر في خطوات الدولة خديتها يعني إحنا النهاردة بنتكلم أن فيه أكتر من مؤسسة بتعمل على تأهيل الشباب بالتحديد الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والعديد من المؤسسات اللي الحقيقة بتتصدى لموضوع خلق الوعي ده وإزاي بقى هذا الشباب عارف خطورة المرحلة أو أهمية بناء الوطن لكن الخطوات دي مش بالشكل الكافي أنا محتاجة إحنا نتوسع أكتر من كده إحنا بنتكلم فيه مقياس أو سكيل 100 مليون مواطن مية وإحنا وعدنا المية فهذا المقياس أو هذا العدد لو حسبنا عدد الشباب منه ونحن دولة نعتبر من الدول الشباب بنتكلم في 60 مليون شاب يعني عدد لا يستهن بـ 50 مليون شاب عشان تبتدي ترفع الوعي لده هذا الشباب محتاجين أنت تكثف على وسائل التواصل الاجتماعي محتاجين نتكلم بشكل أكتر في وسائل الإعلام الغير تقليدية محتاجين أن احنا نوصل إلى الشباب اللي موجود في القرى والنجوة والمناطق النائية المناطق الحدودية عن طريق بقى يعني حاجات كتيرة إحنا زي ما بقولك شفنا جهود سواء مثلا لو أخذنا على تبيل مثال وزارة الأوقاف عندها مجموعة كبيرة من الوعادين والوعادات اللي بيلفوا هذه المناطق وبيحاولوا يخطبوا الناس بخطاب وسطي خطاب يعبر عن الدولة المصرية حقيقة إحنا بنشكر حضرتك شرفتنا ونورتنا وكل سنحواتك طيب شكرك أنا لتشرف أمد عزمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ شكرا لك فأم شكرا شكرا شكرا